كنا هنبتدي نتكلم عن محمد صلاح معشوق العرب والمصريين وطبعا محمد صلاح اعتقد انها سيرة مشرفة جدا لينا كمصريين ولكن كعرب بشكل عام سيرة محمد صلاح هي سيرة سرية ونحب ان احنا نقدمها اصلا للاجال الجديدة والشباب ولينا احنا شخصيا لما يصلح نموذج طول الوقت الفكرة النجاح والاصرار على النجاح بالذات ان احنا بنتكلم عن طفل خرج من يعني نسمى الفصل حتى القادم من بلاد الياسمين لان نجريش كانت القرية اللي هو منها كانت مشهورة بتصدير الياسمين لأوروبا فهي يعني ما تبعتش غير كل حاجة جميلة لأوروبا فبالتالي صلاح كان من روايح بقى ياسمين روايح الحلوة اللي بعدناها لأوروبا فتتبعت سيرته من خلال رحلته وفكرة التمرين اليوم اللي كان برحلة الشاقة اللي هو خضها بشكل عام يعني ركزت أكتر كمان عن فكرة الكباوات اللي حصلت في حياته والأزمات اللي كانت ممكن تخليه يرجع مثلا أزماته في أنديامان طبعا أكيد تعرض لإحباطات كتير والصربات كتيرة جدا كان ممكن يستسلم لها ويرجع لكن هو طول الوقت هو نموذج على فكرة الإصرار على النجاح فكرة أنا مسدى يعني أن الدرجة هو ما وصلش كمان أن هو يبقى قدوة في مصر أو في العراجل شهرته عالمية يعني الناس بتتخذوا نموذج على مستوى الرياضة على مستوى الأفعال الدور الإجتماعي اللي بيجون بيه بشكل عام فهو كان يعني نموذج ناجح على المستوى الجماهيري أن الناس أكيد أي حد عايز يعرف سينة محمد صلاح وزاي وصل للمكانة اللي هي يعني رجل من أفضل العيد العالم أنا سمع أن سينة محمد صلاح تحديدا من سير الأرهاقتك جدا آه ليه إيه الصعب اللي كان فيها أرهاقتك بصراحة بصي أنا يمكن شخص مهتم بالأدب شوية مهتم بالأدب ففكرة تتبع سينة محمد صلاح كلايعب بالنسبة لي أنا برضو الأمور محتاجة بحث ومحتاجة تطقيق وفيه كمان انتقالات من أنديا مختلفة فأنت محتاج توله الوقت تبحث تدور وتشوف إيه اللي حصل هنا أو إيه اللي حصل هنا أو إيه اللي حصل هنا وتكون عندك خلفية قروية كبيرة تفاهم بقى اللعبة ففاهم عواقبها فاهم تدعيات أي حدث ما فاهم زيارة الدولة إيه اللي حصل فيها طب مركزه كلاعب كده فأنت محتاج تذاكر حاجة أنا برضو اهتماماتي في الكرة ما كانتش كبيرة ما كانش عندك معلومات كروية اه يمكن دلوقتي يعني خلاص أنا استفدت من الفصل أكتر ايو 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 لا حقاته أكتر شكل كبير جد وبالذات إن البحث عندي يعني فيه مراحل كمان في الكتابة يعني احنا متكلمنا إن فيه بحث إن في الأول في الأخ أنا بعمل مادة أشبه بمادة توسيقية فيها جانب دراما آه لكن المعلومة لازم تكون موثقة ففيه مصادر بقى للتوسيق أنت محتاج تقول لوقت تبحث فيديو تبحث أرشيف صحفي تبحث في الكتب لأن برضو فيه كتب ممكن تبحث برضو في مصادر أجنبية في مصادر عربية فتشوف الدنيا فسترش في حد ذاته ده برضو موضوع كان مرهق بالنسبة لك اه مرهق خالص وإنت محتاج تعمل يعني ترابط في الحدوطة برضو ما يبعش الدنيا فكة منك فيمكن أنا عشان راجل مرجعيتي جاي من منطقة الأدب أكتر منها ككاتب فلا أنا بالنسبة لي أكتب عن أجيب محفوظة أكتب عن أجيب محفوظة أيوة القراويين أو الرياضيين ده ممكن يستلزم منك بحث أكتر أو مجهود أكتر شوية ده حقيقي يعني الموضوع عندي بالنسبة يعني أكيد محتاج تركيز أكتر أه محتاج توسق المعلم محتاج تسأل ممكن تسأل صديق بيهتم بالكورة طبعا هو إيه الدنيا إيه اللي حصل بالوقت معلمتك الكراوية زادت يعني أه شكرا شكرا خلينا نتكلم شوية عن شكسبير والحقيقة أنه شكسبير في الفصل بتاعه حضرتك دكرت أنه كان فيه تنقودات كتيرة جدا في حياته كلمني شوية عن الفصل ده يمكن أنا برضو لما يعني شكسبير شخص حواليه كلام كتير فكرة أصلا هو فيه بنياتها بسم شكسبير ولا ما فيهش أصلا لأن هذا ما فيهش إنسان هو في الخلاف على فكرة هو فيه إنسان يقدر ينتج هذا الكم أو هذا القدر الكبير من الإبداع حلو طب هذا القدر الكبير من الإبداع العظيم فيقول ما مستحيل لكم فيه إنسان بالشكل ده فبدأت ناس تشكك في وجود شكسبير نفسه أصلا أصلا فأنا من خلال إحنا هذه النهارة حياتي بس في الأول في الأخر فيه ناس قالوا حتى أنه هو ده مش إنجليزي ده عربي فيه ناس بيقولوا كده أنه هو عربي مش زبير هو في الأول وفي الآخر إحنا أمام طرح يعني فيه طرح مطوع فأنا بقول لكم إن فيه ناس بتقول كذا لكن ما فيهش مصادر مؤكدة من خلال بحثة حضرتك تتأكدت إنه المعلومة دي حقيقية ولا لا هو فيه حدوتة اللي باني عليها الفكرة بإن فيه شخصية قررت دكتورة أداب قالت يا جماعة ما فيهش حاجة اسمها شيكسبير أصلا طب أنت هتعمل إيه عشان تثبيتي جالت أنا هروح هنبش قبر شيكسبير ده هشوف أصلا ما فيش حد جوا القبر ده قبر خيالي تماما فبالتالي هو حتى في من الكلمات المشهورة على قبر شيكسبير هو كاتب كلمة إنه اللي هيقترب من قبر شيكسبير هيصب بلعنة فبالتالي هذه السيدة بتقول أنا هنبش قبر شيكسبير فأنا كانت دي مفتاح الحدوتة بالنسبالي اللي هو إيه اللي هيحصل لو السيتي دي راحت نبشة قبر شيكسبير فبالتالي أنا بدأت تتبع رحلتها من أول ما بدأت لحد ما انتهت اكتشفت من هذه السيدة بعد أن حاولت نبشكسبير هي محاولية ما نجحتش هي بعد ما راشت الحارس اللي على القبر فالخطتها بازت يعني لكنها أصيبت بجنون بعدها سنتين فكان الموضوع مسير جداً لو بالنسبالي إيه دا دي حدوتة تصلح أن أنا جد من خلالها الشخصية فكانت حاجات سيكسبير تتبعتها من خلال الشخصية دي نفسها وهي بتحاول تتتبع وتلمي بيه وتجاب الشخص وتجاب الناس تقنعهم يمولوا رحلتها في أنها تحروح تنبس قبر شيكسبير فمؤخراً بسكت أجابها ساحرة مؤخراً يمكن عملوا زي مسح كده ضوئي العلم بقت يعني وصل لشيء ما إن فكرة نمسح أنام المسح ضوئي للقبر نفسه مشوفه أصلاً موجود ولا لا إن في الروايات الأغلب إن مفيش حد مشيكسبير فاكتشفوا إن لا يا جماعة يعني فيه وجود لشيء ما جوا القبر هو طبعاً كأديب عظيم عنده مرمز كبير مش هيسمحه تماماً بفكرة نبش القبر لكنهم سمحوا بفكرة المسح اللي تم ده فطبعاً بالفعل فيه شخص اسم مشيكسبير سواء نوسب الأدب ليه أو منوسبش لكن طبعاً فيه شيكسبير يعني